أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي ترند الأهلي هننقش مع بعض المحتوى الموجود من خلال السوشيال ميديا وفي تفاصيل ومعلومات محبيتش أتكلم فيها فقرة ترند الترند لكن نعرضها مع بعض من خلال السوشيال ميديا وإن لتكتب خلال الساعات الأخيرة في السوشيال ميديا نبدأ مع بعض أول حاجة من الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر كتبوا خمس تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيمبا من وجهة نظرهم شايفين أن بيتسو موسيماني المدير الفني لجنوب إفريقيا للنادي الأهلي قد يسعى لمرح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية عشان يتم الدفع بيهم في مباراة سيمبا التنزاني أبرز اللاعبين أكرم توفيق ناصر ماهر والتربولية لو ما بيشاركش في شكل أساسي وأيضا كمان صلاح محسن ده هيبان خلال الـ 48 ساعة القادمة وده هيبان من وجهة نظر بيتسو موسيماني هو محتاج إيه من المباراة هل محتاج يريح الأساسيين ويدفع بعناصر أخرى عشان يكون الكل في تام الجاهزية ولا محتاج يدفع بالتشكيل الأساسية عشان يعمل نتيجة كبيرة أمام سيمبا التنزاني يعني يرضي بيها غرور جمهور النادي الأهلي وطموح النادي الأهلي وجمهوره بالنسبة للمرحلة الجاية أنه هو فاز على سيمبا التنزاني زي ما كان بيفوز عليه قبل كده بنتائج كبيرة سواء بـ 3-0 أو 5-0 فده هيبان في مباراة سيمبا في النهاية هو الأهلي تأهل والقرع يوم 30 إبريل ولسه المباراة في منتصف في مايو لكن أكيد هيكون لك استراتيجية في هذه المباراة سواء إراحة الأساسيين والدفع بالبودلاء أو التفكير في فكرة أنه أنا بطل إفريقيا حامل اللقب حتى لو سيمبا المتصدر أنا الأهلي أعد ركسب سيمبا في القاهرة زي ما حصل قبل كده بـ 3 أهداف أو بـ 5 أهداف مقابل لا شيء ده هيظهر خلال الفترة اللي جاي طيب الحساب الرسمي لـ Sport 360 مصرية على تويتر كتبوا 5 برضو بس المرة دي مش 5 في التشكيلة لا 5 أمور يسعى الأهلي لتحقيقها في مباراته ضد سيمبا التنزاني أول حاجة السقر سيكون الجهاز الفني الأهلي مطالبا بالسقر بنهزمته أمام سيمبا في دار السلام بهدف دون رد وده قلته في الخبر الماضي استراتيجية بيتسو في هذه المباراة عايز يثبت أنه هو لا بطل إفريقيا يقدر يكسب حتى لو سيمبا متصدر في ظروف ما قادر أكسبها بـ 3 أو 5 أو بنتيجة كبيرة ولا لا كمان مصالحة الجماهير بعد الأداء الذي لم يكن على ما يرام في مبارات المريخ السوداني أصالح الجمهور بنتيجة كبيرة أمام سيمبا التنزاني جرس انذار وهنا بقى جرس انذار لكل الفرق الإفريقية يعني بطل إفريقيا حامل اللقب حتى لو سيمبا متصدر أقدر أفوز عليه بنتيجة كبيرة أو عريضة عشان يبقى فيه جرس انذار لكل الفرق اللي ممكن تواجهن في دور التمانية ولا ننسى أن بيتسو موسيمي قال جملة مهمة جدا في المطمر الصحفي عاقب مباراة المريخ السوداني قال الأهل صعد كتاني المجموعة لكن كل الفرق اللي تصدرت المجموعة هيبقى عندها ألأ إنها قد تصطدم بالأهل في دور التمانية هنشوف ده بالنسبة للفترة اللي جاية وإن نتائج اللي ممكن تخرج بها مباريات الجولة الختمية فيه فرق حالية متصدرة زي الوداد وزي التراجي هل ممكن يطلعوا تواني مجموعة بعد ختام الجولة الستة ده هيبقى لأن سانداونز خلاص حسن موقعه في المركز الأول في المجموعة الثانية آخر أرابع حاجة استعدادة لمباراة القمة طبعا مباراة القمة يوم 18 إبريل لسه فيه مباراة قبلها مباراة النصر في الكاس لكن طبعا أنا شايف أن ما فيش يعني أوجه تشابه ما بين مباراة سينبا ومباراة الزمالك حتى من الساحة الزمالية ما بين المباراةين بنتكلم في حوالي 12 يوم فلو عايز تريح 12 يوم كافين حتى ممكن تريح في مباراة الكاس تجربة عناصر جديدة ممكن تكون وردة جدا أنت عايز تدفع بأقرم توفيق ما بيشاركش إلا على فترات النصر ماهر محتاج تشوفه بعد العودة من الإصابة الخبر اللي جاي أو المحتوى اللي جاي بالنسبة لصفحة يلا كورة الصفحة الرسمية على الفيسبوك قالوا أن مصدر بالأهل يلا كورة علي معلول خضع لأشعة وأثبتت صعوبة لحاقه بمباراة الزمالك في الدوري المصر طيب أنا في جزئية علي معلول عايز أقول جملة مهمة جدا أو نقطة مهمة جدا علي معلول لما كان مصاب وعمل تدريبات تأهلية وكان من المفترض يعود في الفترة السابقة وإحتاج تدريبات تأهلية وسافر استكمل برنامج التأهيل مع المنتخب التونسي كان محدد حتى حسب تصرحات طبيب منتخب تونس قال علي معلول هيكون جاهز للمشاركة في المباراة مش قبل يوم 16 إبريل فبالتالي حتى لو مباراة القمة يوم 18 إبريل من البداية الناس كلها عارفة أن علي معلول مش هلحبوا مباراة الزمالك ممكن مثل هذه الأخبار تخلي الناس على السوشيال ميديا تاخدوا الخبر وتنسى تصرحات طبيب المنتخب التونسي اللي قالها أيام الأجندة الدولية للمنتخبات يقولك هو الإصابة تجددت هي إصابة علي إزاي تقعد الفترة دي كلها في معدل زمني وفي فترة زمنية وفي نقطة مهمة متعلقة بإصابة العضلات في عضلات للعيبة ممكن تاخد فترة قليلة وفي عضلات ممكن تاخد فترة أطول هي في النهاية علي معلول للأسف إصابته جاية في توقيت مهم جدا وتوقيت حساس لكن طبعا بإذن الله إن شاء الله يعود سالما خلال الفترة الجاية ويكون جاهز ابتداء من مباريات دور المجموعات في شهر مايو القادم ممكن ما يلحقش مباراة الزمالك لكن لسه المشوار طويل لسه المباراة زمالك التانية بعدها بشهر حتى بشهر خمسة لسه مباراة دور التمانية قبل النهائي لسه المشوار طويل وإن شاء الله علي معلولها هيكون جاهز بالنسبة للمرحلة الجاية لكن هي فكرة اللي أنا بس تحدث أخبار اتقالت من فترة عشان يبقى فيه رواج للأخبار والفيوهات والمشاركات بالنسبة لأي أخبار بتكتب عبر السوشيال ميديا طيب المصر الرياضي برضو عنوان هو كسيغة صحفية يعني بياخد نسبة إراية عالية صدمة في الأهلي طبيب حمد فتحي يعلن مدة غياب اللاعب عن الملعب طيب هو التصريح لدكتور أشرف محرم الطبيب المعالج أو اللي أجرق جراحة ليه حمد فتحي كابتن سيد رمط الحافيس كان أهل الإصابة بالتأهيل بالعودة لن تزيد عن ست أسابيع ده من خلال الخبر اللي عم وقع الرسم دكتور أشرف محرم النهاردة كان ليه تصريحات بيتكلم على من ثمان أسابيع لعشر أسابيع هي الفكرة في الأخبار اللي زي دي ممكن الناس بتشوف المدة ممكن تكون مدة طويلة لكن هو بيتكلم على إجراء احترازي خبر الأهلي قالك ست أسابيع الخبر الاحترازي من خلال الطبيب المعالج اللي أجرى الجراحة أكلم من ثمانية لعشر أسابيع بإذن الله ان شاء الله بعد شهر ونص هيكون حمد فتحي جاهز للمشاركة في المباريات وأنا مثل هذه الأخبار باخد الخبر الرسمي من مزير القرى أو طبيب فريق النادي الآلي في مثل هذه الموضوعات لكن شاء الله حمد فتحي هيكون جاهز في فترة قريبة جدا للعودة للمباريات طيب الأهرام كتب أو الحساب الرسمي على تويتر وأن الأهل لا يفكر في تعديل عقد اللاعب في جزئية تعاقدات اللاعبين وتجديد عدد من اللاعبين وكان في فترة كل بيتكلم عن تعديد عقد السلية وعلي معلول والنهار ده بيظهر اسم جديد معنا محمد مجد أفش الأهل عارف إمتى التوقيت المناسب اللي يحدد فيه احتياجاته وإمتى يجدد عود اللاعبة وإمتى يقعد مع اللاعبة لتجديد العود والأمر ده مش هيكون مطروح للإعلام فجأة هتلاقي بيان رسمي نزل الأهل يجدد عقد سين صاد عين لكن ما يطرح في الإعلام غير صحيح لا صفقات ولا تعاقدات ولا تجديد ولا ترضيات هي صنع خبر في الإعلام لكن على عرض الواقع غير صحيح ولم تجرأ أي اجتماعات في هذا الشأن منعا بدا وده خبر أنا بأكده مثل هذه الأخبار هي غير صحيحة مجد أفش لما يتحدث الأهل في مسألة ترضية ولا تجديد هي مسألة أخبار ممكن بتتألف الإعلام عشان تعمل متابعة وأهمية فظل ده ممكن تقول الأخبار الفترة الحالية أخبار قليلة جدا لا زي ما بقول لكم الصفقات والتعاقدات والتجديدات مفيش فيها أي كلام خالص الفترة الحالية آخر حاجة معايا الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر نشر صورة لمحمد مجدي أفشا طبعا نجمي النادي الأهلي والمناسبة عايز أقول لكم لحاجة محمد مجدي أفشا أكتر لاعب في دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا صنع فرص اتناشر فرصة في كل المباراة هو أكتر لاعب عمل أسست في المباراة الإفريقية الخامسة اللي أقيمت الفترة الماضية من ضمنهم كمان هدفين احرز بيهم النادي الأهلي أهداف في الفترة السابقة لكن طرحوا سؤال صورة أفشا وكتبوا إذا كانت الإجابة أفشا فما هو السؤال في إشارة طبعا لهدفه في نهاية دوري أبطال إفريقيا الأضية ممكن كل طوفية رب لنادي الأهلي الفترة القادمة وننسى ما فات والأضية ممكن ونركز في الفترة القادمة إن شاء الله تكون بداية موفقة في مباراة سيمبة إن شاء الله تكون مباراة دوري المجموعات أو دوري التمانية الفترة الجاية يدر الأهلي إن شاء الله يتخطى هذه المراحل الصعبة والمراحل الحاسمة سواء الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا